السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزواج حبيبية عاملين ايه يا رب تكونوا بخير نبدأ الفيديو بتاعنا بصلاح سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. انا اسمي نادي يا ربك ان تكون بتعجيبكم بتستفدوا منها. النهاردة مع بعض كده ان شاء الله هقول لك ازاي تخططي للمصروف الشهري بتاعك بحيس ان هو يكفي معاكي آآ الشهر ويفيد منه كمان ان شاء الله بازن الله آآ وزي المصروف منك ما يدعش ويسيح منك كده في قلب البيت آآ بطرق بسيطة كده ان شاء الله. اول حاجة هنعملها. احنا متفقين ان احنا اول الشهر ان شاء الله احنا دخلين كده على اول الشهر. فاحنا اول الشهر بتعملي بتقولنا بنعمل جردل كل البيت وبنعرف اللي احنا محتاجينه ايه بنكتبه. كتب نبقى كل اللي احنا عايزينه. طيب آآ احنا كتبنا النواق السلاف المطبخ والفريزر الحاجات اللي انا قصاني وعايز اجيبها. طب انا لازم علشان اوفر في مصروف البيت لازم اكون عارفها هعمل ايه اكل طول الشهر. مش اسبوع بس مش طول الاسبوع لأ طول الشهر هعمل اكل ايه. آآ انظم الاكلات بتاعتي بحيث ان هي بقى فيها اكلات آآ برضو لازم يكون اكلية مش لازم. فيش حاجة اسمها لازم. يكون فيها اكلات مسلا مكلفة وفيها قلية نص مكلفة وفيها قلية اللي اقتصادية او اكلات ارديحة. ايا كان المسمرة بتسمونه. تمام فاحنا لازم نكون عارفين كده ما نفعش ان انا انزل اجيب الاكل واخد اللحوم بتاعتي كلها مرة واحدة. طبعا آآ حلوة البدايات بقى كده الفريزة مريان اللحوم بتاعتي بتاعت الشهر. اروح سحبها وطلع وعمل اكل. وايه اجي اللحوم بتاعتي خلصت في اسبوع عشر تيم اسبوعين ولاي نفسي بعد كده بقيت الشهر مقضيها ارديحة. لا. يعني عن نفسي واحدة من الناس اول شهر عندي زي نص الشهر زي اخر الشهر. باكل اللحوم في اول الشهر باكلول لحوم في اخر الشهر وباكلول يحوم في نصر الشهر عادي يعني ممكن اخر الشهر لي انا عملا لحمة او فراخ او عادي تمام بابا مقسمها ايه? الواجبات بتاعتي. تمام فاحنا هنعمل ايه? احنا ناجد نكون كذبين الاكلات بتاعتنا بتاعت الشهر وكله. مش لازم اكون كذبا لان هاكوه اليوم السبت ايه ولان حد اول اتنين ايه? لأ مش لازم كده. بس اللي على الأقل اللي يبقى عندك فكرة عن الاكلات اللي انتو بتاكلوها كلها طول الشهر. احنا هنجيب ورا وقلم كده وحنكتب الاكلات بتاعتنا بتاعت طول الشهر. الاكلات اللي احنا ايه بناكلها في البيت يعني او اللي الولدك بيحبوها وانتو بتحبوها كلكم. هنعمل ايه? هنجيب كده هنكتب هنا اكلات. آآ مكلفة. هنا بعد كده اكلات. نصف مكلفة. بعد كده انه اكلات اقتصادية. اقتصادية او اه بصوا هنا بصوا. اكلات مكلفة اكلات نصف مكلفة اكلات اقتصادية. الاكلات اللي هي الاقتصادية اللي هي من غير لحوم خالص. تعم? الاكلات المكلفة بقى اللي هي الاكلات اللي بيبقى فيها اللحوم بقى هتشوف فرخة هتتبخ على فرخة هتتبخ على لحمة. الكلام ده كله اللي هي الاكلات ايه? المكلفة. الاكلات نصف مكلفة اللي هي بيبقى فيها داخل مسلا آآ حتيت لحمة مفرومة كده مع عصاجها وطبخة بيها. عاملة كفتة بس حتى فيها برغل او مزود من ضعفة كمية بتاعتها. اه عاملة سنين تقول ليش بس حتى فيها شوية لحمة مفرومة بس انت بزودة اللحمة مفرومة ايه بالحاجات اللي بنزود بها العصاج اللي هي اه شوية مسلا جزر مع شوية فلفل الوان مع شوية حاجات منجي اللي بتزوج بهم ايه البصل حاجات منجي بتزود بهم اللحوم. عامل سنينة مكانون مش شامل برضا وتعتبر اكلات ايه? اه نص مكلفة لو انتش تعمل لي جنبها حاجة. لو انتش بقى من اللي بتعملي جنب المقارنة بشامل طبعا نزمة ده انتها. بس لو انت من الناس دي بقى هتحطها في الاكات المكلفة. اللي هتعمل لي مسلا مقارنة بشامل مع بني او مع ستريبس اي حاجة من انتش هتحطها في الاكات المكلفة. لكن لو انتش هتعمل لي مقارنة بشامل بس. رغم انها ببقى الله مكلفة لان فيها لبن وجبن وكلامين ده. فلو انت بتكلفيها بقى. بحطها اللي بعد ان وجبناها متزر لكلامين ده هتحطيها في كلامة المكلفة. طبع انت اضرب المكرمة بتاعتك هتعملها زين. لو انت بقى بتعمليها بقى ايه? يعني اه كلجين كانت كده شوية مكرونة على شوية العصاجة على شوية لبن ومكملة بمية وكلامين ده. فبش هتبقى مكملة مش هتبقى مكلفة هتحطيها في نص مكلفة. تمام? برضو اه لو انت عامل المكرمة بشاميلة مش هتحشيها اللي هي الفهيتة هتجيب لك خمساشر عشرين جنيه فهيتة من عند اي سوى مركت قبل عندك فتحالة او كده. وتحشي بها المكرمة بشاميلة كده مش هتبقى مكلفة معك كتير. فممكن تحطيها في اكلات نص مكلفة. تمام? الاكلات الاقتصادية بقى اللي هي ايه? ايه? شوية عطس كده. شوية شوية عطس. شوية عطس الجبة. عاملين شوية فصولية بيضة كده من غير اللحوم او من غير حاجة جنب شوية رز. طبعا انا عرف ان كل حاجة بقت مكلفة كل حاجة لان انت موت مغالية والبطاطس غالية وكل حاجة غالية والله المستعين يعني. بتنسوش بقى لو لسه مشاركتوش في القناة. تشارفوني بالاشتراك في القناة وضغطوا على زر الجرس على كل. العلمات بتاعتك كل دي عشان بصال لكم حاجة منزلها. ومتنسوش تعليق حلو منكم كده وتنسوش اللايك. تمام? فطبعا كل حاجة زي ما قلت لكم مكلفة كل حاجة بتتكلف يعني اي حاجة والله العظيم يعني كل حاجة يعني ربنا يعيني الجميع بجد وارفع عنا الغلاة. ادعو كتير بيها جميع ربنا يرفع عنا الغلاة ده. ونقول الدعاء بتاعنا اللهم ارزقنا البركة في كل شيء. رزقتنا بيه مع كل بركة بركة تعيوني. امين يا رب العالمين. قلوه امين. ماشي? فبعد كده. اه طبعا احنا اول حاجة اللي ع عليك. ممكن طبخة من اللي انت عملتها دي. اه ترى دي طبق صغير كده تطلع ايها حتى غالبين. حتبقي كده صدقتي يعني. ممكن تطلعي بقى خمسة جيني عشرة جيني. اي حاجة المهم اني تطلعي صدق عشان ربنا يبارك لك في المصروف البيت دي. اول حاجة نعملها اول الشهر. ننسيت اقول لها في اول الفيديو يعني. فعني كده قسمنا الاكلات بتاعتنا. كزا ايه الاكلات بتاعتنا. اكتبي بقى كل الاكلات اللي ولادك بيحبوها المكلفة. الل تمام? ورقة لحمة. الكلام ايه? الكبير بتاعنا ده يعني ايه? ماشي. هنكتب الكلام ده كله. الاكلات المكلفة. الاكلات النص المكلفة. اللي في نسبة لحم صغيرة. ممكن برضو عندك هتيتم شرحتين بني بتقطعيهم وبتزوجي معهم خضار وكده. فبتعملي بها سندوشات شاورمة. برضو هتبقى اكلات نص مكلفة. اه ممكن تحشي بيهم برضو سنية مكارونا. اه الحاجات دي. الحاجات اللي هي فيها ايه? حتيتين بني. حتيتين لحمة مفرومة. اه كبد واوانس برضو من الاكلات النص مكلفة. هتكتبي كله ده هنا. لكل الحاجات الولادك بيحبوه. الاقتصادية بقى كلنا عارفينها دلوقتي ليه الاكلات الشعبية او الاكلات الرضيحة. ليه مساقعة. اه بصورة. اه الحاجات دي كلها. الحاجات اللي احنا ايه? اه جبنا الاجي ما بتصمحها مرة. الاكلات الحلوة اللي كلنا بنحبها دي. اللي احلى من اي اكلتين. السمك برضو هنكتبه في الاكلات المكلفة لان السمك تبعها مكلف. الا لو قدتها هتجيب بسلا بسارية اه مع نوش السردين او كلامين ده فهيبقى من اكلات النص مكلفة. ماشي فالمهم انت هتامل لي بقى الحاجات دي كلها هتكتبيهم كلهم. طب انا دلوقتي كتبتهم هعمل ايه بقى قدم كتبتهم? هقولك انت بقى وانت قبل ما تنزلي ان شاء الله اول الشعر هتروي عاملة مينيو شهري. بالاسبوع. الاسبوع الاول. الاسبوع التاني. الاسبوع التالت. هتغضي بقى. طبعا الاسبوع مش هنلف عن اخد الاسبوع كله اكلات مسلا مكلفة. والاسبوع التاني اعمل له اكلات اقتصادية. ا Virginia. وبعدين الاسبوع تت. هشراء اللي عامل اكلات نص مكلفة. لا. احنا كل لاسبوع حننقي منو مسلا. آآ انتي قد ومزانيتك مزانيتك تسمح لانت تغجي إشتغضي. اتخارة الاكلات المكلفة دي. آآ واجبة واحدة هتخارجي واحدة مكلفة وبيت الاسبوع حتكملو. مثلا اكلتين من الاكلات النص مكلفة وبع testament تيكل اجيب واجبات اقتصادية او اردي حتي تمام? مزانيت تسمح لانتي تغرفيت واجبتين من الاكلات المكلفة هتتناقي بقى واجبتين الل انتم عايزينهم وهتكتبهم في الاسبوع الاول. آآ وبعد كده اخدنا اواجبتين من هنا. حناخد مصر لو ان نقدرنا ناخد بسا اكلتين من هنا برضو هناخد اكلتين من هنا. دي بش تاخدي تلاتة من هنا هترد تلاتة من هنا. حسب ميزانياتك. برضو هنا بقى احني في الاخر هنكمل بقية الاسبوع بالاكلات الاقتصادية. بس يعني برضو يبقى فيه تنوع. ما تردش بقى اول ويوم وتاني ويوم وتلات يوم. اكلات مكلفة بعد كده تروح ياخد اكلات نص مكلفة بعد الاكلات اكتصادية لأ. حاول ان انت تاخدي. اكلات مسلا المكلفة دي. آآ هتردي من اول يوم في الاسبوع. مثل ان يوم الجمعة احنا طبعا بنبقى لمة العلة. يعني زوجك باجازة ولا هدك اجازة كلام من ده. فحناعمل يوم الجمعة اكلة مكلفة. للاكلة الحلوة. تمام? آآ تاني يوم بقى خلاص احنا عملنا يوم الجمعة اكلة حلوة. يبقى يوم السبت احنا عرضيها اكلة اقتصادية. خلاص احنا طبخنا بقى واكلنا وكلفنا يوم الجمعة. حاول نزود الكمية شوي بحيث ان هي يفيد منها حتى لو مفادش الحمش مشكلة بس لو فاد منها خضار او حاجة مليتش يعمليها هنخليها آآ تاني يوم. يبقى كده احنا ايه ضربنا عصفورين بحجر وخدنا اكلة حلوة وعملنا منها اكل يوم كده ايه قاعدين يومين من الاسبوع. والله يومين بيعدي احنا بنحمد ربنا عالين. تمام? فكده ايه? اهدوا يوم معدة. من الاكل بتاعنا. الاكل المكلف. خلاص احنا قضيناها بقى لو الاكل كافة معنا لتاني يوم كله. تمام. ما كافاش بقى حنخلقنا نعمل جنبه ايه اكلة من الاكلات الاقتصادية. هتتجيبنا قديمة شوية مساقعة. شوية نجام مقلي. اه شوية تسمح امر اي حاجة من الاكلات الاقتصادية اللي بنغير اللحم خالص. تمام? هنيجي بقى يوم الحد. اه كده يوم مثلا اه كده الجمعة والسابت يوم الحد بقى هنعمل اكلة نص مكلفة. اه تعملي مسلا اه سنية جلاش كده وتحشيها شوية لحمة مفرومة وتزوجي كمية او شوية تحتتين بني فضلين عندك وتزوجي كمية بتاعتهم بالخضار. اه حشيها شوية جبن. اللي هي الجبن الفييتة دي بتبقى رخيصة. اه حشي بقى اي حاجة هتعملي مسلا جنبها شوية اه اي حاجة تانية بقى جنبها. اي شوفينت مسلا شوية ملوخية جنبها. هتبقى برضو اكلة حلوة واشنة تبقى مشبعة لان جولش لو واحده مش هيبقى مشبعة لو في يعني عدد الافراد واسراجبين حتى لو صغير يعني بتبقى انا انا اكده. يا اصلا اكلها جنبية بس احنا خلاص احنا اعتمدنا ان هي اكلة ايه? اه بتاعة اه اكلة رئيسية يعني. تمام? كانت زمان كنا بنخليها اكلة جنبية. في اللزومات بقى بنخليها اكلة جنبية. تمام? فاحنا هنعمل جميلة مشوية ملوخية هتبقى اكلة كده ايه? آآ يعني حاجة مش بيعها. مع ممكن طبقى روز صغيرة او حاجة من دي. فاحنا كده عملنا ايه? من النوع بقى يعني فاهم انا بقول لكم كده بس عشان ايه? تنوعي. يعني تبقى يوم كده ويوم كده. يوم كده ويوم كده. فهمها على حسب انت مزانيتك وعلى حسب ظروف كلان. طبعا مش كلنا آآ ظروفنا واحدة ولا مزانيتنا واحدة. تمام? آآ بعد كده خلاص احنا كتبنا بقى الاكلات بتاعتنا وعرفنا ان عملنا الاسبوع الاول ونظمنا ووفقنا بين الوجبات. ما تبقاش الاجلات كلها كده او كده. لأ خد اخترنا من هنا ومن هنا ومن هنا. انت كانت بقى كده ومعاكي حاجة قدام عينيك هتبقى اسهل لك. هتيجي في الصفحة الفوشة تكتب الاسبوع الاول. وهتنقي مقه. من هنا وجبتين من هنا وجبتين من هنا وجبتين تنوع. وتبقى انت بقى نازلة سوق. جمعت بقى كل اللي انت عارفة. واللي انت كتبت يدوت. انت كتبت بقى خلاص الاربع اسابيع. حاجة بقى الاسبوع الاول انا محتاجة كزا وكزا وكزا وكزا. هكتبهم بقى ايه? على جنب فورقة. هجيب ورقة وكتبهم على جنب. الاسبوع التاني انا خلاص. هعمل. هاتبخ كزا وكزا. هعمل مثلا ملوخية. وهعمل فراخ. هشتري فراخ وهشتري ملوخية. هكتب بقى الخضار اللي واحده. هكتب اللحم اللي واحدها اللي محتاجه. وحكتب يعني هكتب مسلا ايه? آه لحوم. هكتب خضار. ماشي? آآ هكتب مسلا ايه تاني. يجيب ايه? هكتب فاكهة. حتا الفاكهة كله هنكتبها. هتجي للحوم. انا كتبه في الاسبوع الولاني هاجيب فرخة. اي بقى هكتب فرخة. ماشي في اللحوم. الاسبوع تاني انا كتبه لحمة. حكتب لحم. السوق بقى مفروم بنيه اي كلمان هكتبه. اه كتبه في الاسبوع التالت بنيه هجيب بنيه. الاسبوع بعد كده خلاص كتب نحنا اللحوم. بعد كده هنيجع الخضور. انا كتبه مثلا حتبه ملوخية اتحكتب ملوخية. هعمل باميا. عندي باميا في فريزر. خلاص انا هطلع باميا في فريزر. ما عنديش هشتري كيز باميا مسلا. ما عرفش في باميا في السوق اللي لا بتالي لسه فيش صح? مش عارفة في باميا في السوق اللي لا بصراحة. انا محبش انزل كتير اصلي يعني بنزل مرتين او تلاتف الشهر بكتير اشو ما اصرفش كتير. فهكتب ملوخية هكتب باميا. في كوسة مسلا. انا كتبه كوسة عندي فهكتب كوسة. برضو كوسة من الحاجات اللي هي نص مكلفة لان انتي بتغذيها ايه? ممكن تعملي كوسة بشوية لحمة مفرومة. متع الصاجين. فجيبت اكلات نص مكلفة. فهتكتب الخضرين انتي كتبها هتكتب الفكة هتكتب كل حاجة ايه? اه اه حنا اه حنا اه محتاجينها يعني. بحس انتي نزل عارفة بقى كل اسبوع. هتنزل او كل عشرتين بقى كل اسبوع. هتجيب الحاجة اللي انت عايزها. يبقى انت كده ما نزلتش يشتريتش يعني شوية. ولاقتي نفسك بتشتري وخلاص بتشتري وخلاص. وكده. زي المنتيك الحاجة دي ما احطوناها في الفريزر ما تستحبيش الحاجة كلها اه مرة واحدة. لأ احنا كاتبين بقى كده المينو بتاعنا نمشي عليه. بديلي يوم مع يوم كده مش هزم بالترتيب يعني. بس المهم ان احنا ما نعملش بقى اه اكلات اللحوم كده ونيجي اخر الشهر التلاجة فاضية. واللحوم بتاعاتنا خلصت. تمام? كده احنا عارفين نفسينا هنجيب ايه? وبنعمل ايه? طب انا دوقتي اه برضو لازم بفي توازن. في ان مسلا انا دوقتي عملت الاكلة المكلفة جي اكلة حلوة خلاص مش هعمل حاجات تاني يوميها. ممكن عم شوية لمون حاجة منجي كده في بعد الدوحن عادي. اجي بقى اللي اللي هو فيه اكلة اللي هي اكلة الاقتصادية والاكلة الورديحي دي بقى اعمل منهم حاجة حلوة. عندي شوية عصير شوية منجة شوية جوافة شوية اي حاجة عملها عصير عامل عصير عاملهم حاجة حلوة بحيث ان يومي تبقى الشيانية مفيش اكل وكمل مفيش حلوية او حاجة حلوة لأ. ياما حاجة فاكهة ياما عاملهم مثلا سنت كيكة اعملهم اي حاجة حلوة من الحاجات الحلوة اللي ما بيحبوها في الايوم الاكلات الاقتصادية. انا عن نفسي بحب بعمل كده. اليوم اللي بلاقي في عاملة في اكل مش قدي كده ومفوش لحمة او كده بروح عاملة مثلا عصير عاملة حاجة حلوة اه كلام من ده. عندك فاكهة تمام حطي فاكهة كلام من ده بس بحيث ان يبقى يبقى اليوم شايل بعض وميبقاش ايه يوم مليان كله بقى عاملة اكل حلوة وعملة فاكهة وعملة عصير وعملة وحاجة حلوة كلام من ده ويوم تاني فاضي خالص لأ احنا حاول ان ما التوازن في الاكل التوازن كمان في الحاجات الايه الحلوة اللي بنعملها بحيث ان الولاد برضو ميزقوش وكده ومتشي تعمل لولادك الاكلات اقتصادية ما فيهش لحوم حاولو تعمل لها تقدمها بشكل حلو يعني مسلا انت النهاردة مقضيوها مسلا فل وطعمية وكده اه ما تحطيش بقى طبق الفل وطعمية وطورم يلا كله دا حاولو تعملهم بشكل حلو بحيث ان هو ايه الولاد يعني يحبوا الاكلين عامل لهم مسلا تسان دوتشيات بحيث ان هم ايه كأنهم بياكلوا برا عامل لهم مسلا دوتشيات الفل والطعمية عادي وحطي عليهم شوية طحينة مسلا اه شوية جرجير حتى يسيط في راجط حين طحينة عليه حتحطي مسلا شوية جرجير كده عليهم اه شوية سلطة وتحطيها عليهم او تحطيي مسلا دوتشيات لجنبها شوية مخلل او شوية سلطة اه ما عملية شوية سلطة التحينة مسلا جنبهم يعني حاولي تحطي الطبق وجنبه الحاجات دي Keep Snow V بحبوا جدا بالمنظر ده الطبق اللي بيبقى فيه كل حاجة. هتعمل لهم كده. يبقى هتعملي الطبق الحاجة سندوتشات وكده حتى لو انت هتعملش سندوتشات بطاطس محمرة هاتش عايش سوري او عايش السوري في البيت وحط البطاطس في العايش السوري عامليك شوية طومية الطومية طبعا حاجات مش مكلفة ممكن تعمليها من غير الميانيس بتعمليها بشوية اه بمعلقتين بس من الزبادي ممكن تجيب لك علبة زبادي وتجيب الفريزر تأسميها على مرتين تاجه نصف مرة ونصف تاني حجيب الفريزر اعملي منه مرة تانية تمام? اه فهتعملهم مسلا سندوتش كاتشب او تعملي كاتشب في البيت هيبقى ايه ونعمل كل حاجة في البيت يعني هتبقى يقدمتلهم اكل بيحبوه بطريقة حلوة وفي نفس وقت هو مش مكلف خالص يعني برضو الكبد والعونس ممكن انت لو حتحويش مسلا كبد وعونس من بتاعة الفريخ اللي بتجيبيها مسلا اه هتعملي ايه هتغضي الكبد والعونس دي تعملها مثلا دوتشات كده بالبصل بقى والطوم وفيفل الالوان ازا حسبة بتعمليها يعني وتعملها مثلا دوتشات كده حد لو هي كميتها مش كبيرة اه فعش فينو بقى فتجيبي مسلا العيش اللي عايدي بتاعنا وتعمليه مركب كده وتحشي من جوا تحطي شوية جرجير اه شوية تحينة كلامين ده ايه هيفرق مع الوقت جدا في ايه ان هما هيحبوا الاكل بالطريقة دي وانتي في نفس وقت تعملها ايه من الحاجات اللي عندك مش شريحة حاجة من برا تمام برضو ممكن تعمليه شوية كركدية في البيت كده وحطيه ما عندك في التلاجة وجنب الحاجات دي تحطي كوباية كركدية كده بدل الحاجة الساعة لو انت مش عايزة تكلفين امسك حاجة ساعة الحاج اللي هتعمليها تجيبي حاجة ساعة وشيبسي والكلام ده من برا هتلاقي نفسك خاص مصروف خاص منك قبل نص الشهر فعمليه لهم شوية شيبسي في البيت كده جنب الاكل ده شوية شيبسي نعرف بطاطس غالية ممكن تجيبي بطاطس كيس فارما فريتس في انواع لها النوع الفرزة التانية ده بيبقى رخيص جدا الكيس بتسعين جنيه في اتنين كيلو ونص بطاقة بتقلي على طول وكل واحد وحدتين بطاطس كده جنبهم جنب اي اكلة كده بتكون مثلا قردي حم شو كباية كركادية كده يبقى ان تزبиту لهم الدنيا والولاد هيفرحو جدا وحيحبوه كمان اكتر من الفرخ ولحمة اللي انتي حتطبخهم على فكرة. اه عايزي اقولك كمان. انت لما تجيبي الحاجة بتاعتك اول الشهر هتجيبي اللحوم هتجيبي الفرح هتجيبي الحاجات دي كلها اول الشهر هاتيها اول الشهر على البعضها متجيبهاش Psycho. يعني متجيبش اللحوم لو انت مصروفك بالشهر. طبعا المصروف باليوم والمصروف بالاسبوع ده يعني اه يعني هو ظروفهم كده ف ماشي امشي تبقى على قد ظروفك وربنا ان شاء الله حيبارك. لكن اي انت لما تجي لو انت مصروفك بشر هات الحاجة كلها او الشرع بعضها وقسمها. هتطلع منهم مجابات حلوة جدا. هتجيب الفرحة الطعية وهتقسمها. هتشيل الكبادة ونص على جنب. هتشيل الاجناحة هتجيبي عليهم مسلا كله اجناحة وتطبق وتعملي عليه مسلا سين بطس او تشوية او كلام من ده. هتلاقي نفسك وفرتي. هتجيب الفرحة اطعي بقى على تمانية على اربعة على ازا ما انت عايزة بقى هتجي هتلاقينا طلعت منهم مجابات كثيرة جدا. هتشيل بقى الاجناء هتشيل الاجناحة وممكن سؤول الرئابي وكلام من ده هتعملي بسينة بطاطس. ممكن تغضي برضو فرحة واجبة فرحة كبيرة تشيل السدور تعمليه منها بنيه. وتغضي الاوراك تعمليها بقى تطبخ عليها او تعملي سينة بطس او تشوية قويا كان يعني. اه وهتراجل الهياكل بقى دي دي يعني تستويه وتعمليه عليها شوية شربة وتملي ايه. اه تحطي الشربة دي فيه كياس تحطيها في الفريزر مشك تطبخي او اي حاجات يبقى عندك شربة في الفريزر. الشتة جاية هنعمل عادس بقى تعمليه بالشربة بيبقى احلى كتير طبعا تعمليه بالمية. بيبقى طعم تاني خالص يعني. فانتش هتلاقي الحاجات دي هتوفر معك كتير في مصروف البيت لما تجيبي الحاجات على بعضها او للشهر. برضو تجيبي لحوة المفرومة او للشهر على بعض. وقسميها. اللي انت هتعصجي. مسلا انا عصج كيلو في الشهر فهنعصج كيلو على بعضه. واحطه في الفريزر. هتضغف كميته بالبصل. اه عازي تحطي في الالوان. حطيه هتحص شوية جزر مبشور. كل الحاجات دي بتزود الكمية الغذائية بتاعتها. ويتزود الكمية كمان اضعاف مضاعف اكتير يعني. تمام? فالكلو ده ممكن يعني كيلو نص او اتنين كلو ربع على حسب كمية الحضارة انت هتحطيه. وفي نفس القطة هتزود اكتير من الغذائية للولاد. تمام? اه برضو البنية هتيه كده وقسمي. هتي لو انت هتجيب البنية بتغذي الفرقة على بعضها هتقسميها. هاتي البنية ما تجيباش البنية بتقطع شرويح. لقات البنية في السوصة على بعضها. وانت قطعها في البيت. لو انت هتقطعها السريبس هتقطعها بقى سريبس كده. اه في البيت هتقطع البنية برضو قطعيني انت في البيت غيرهما بيقطعولك بيضهولك اصلا في اللي حطولك حتيتين على الوش كده سلام والبقى التحت هتلاقيه بكله مهري ومقطع ومش حالو. فانت هتجيب البنية الصدور وانت قسميها بقى في البيت زي ما انت حابة. هتلاقي نفسك عملت منها واجبات اكتر من اللي انت هتشتري من بره. وحتى الاستيربس اللي عمدتها هيبقى مليان شوية وتخين شوية عن اللي انت تشتري من بره. هتقسميها مسلا على اتنين او على تلاتة كده. وقطعها بالورب كده. ما تقطعاش بالطول عشان اديك كمية اكبر. هتقطعيها مسلا حتيت البنية مسلا كده. اهي. السدر مسلا كده. قطعيه كده. وبعد كده اخديه بقى من تحت كده بالورب. وقطعيه اما كده. ماشي? لكن ما تقطعوش بالطول كده مش هعمل معكي كمية كبيرة. ياربا كده في فيديو كون عجبكو نارضة واستفدتوا منه واشوفكو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.